السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكم يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل شرح منهج discover اكتشف KG2 الترم الثاني ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 3 او الفصل الثالث to market او الى السوق to market وطبعا ده في المحور الثالث او how the world works كيف يعمل العالم وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 40 والنهاردة هنبدأ نشرح page 41 او صفحة 41 وعنوانها life cycle of bread life cycle يعني دورة الحياة of bread الخاصة بالخبز دورة حياة الخبز يعني ايه دورة حياة يا اصحابي طبعا اي منتج في الدنيا بيبقى ليه دورة حياة يعني ايه دورة حياة يعني فيه عملية تصنيع بتحصل عليه علشان خاطر يبقى موجود ونقدر نستخدمه فبيبقى فيه موارد طبعية او resources او material المaterial دي بناخدها وبنعمل عليها عمليات تصنيع ونصنع منها الجود او المنتج اللي احنا بنستخدمه في حياتنا فده بنسميه life cycle او دورة الحياة اللي هي بتحكي لنا حكاية المنتج من وهو material او resource او مصدر طبيعي او مورد طبيعي بنستخدمه لغاية ما بيوصل في ادنى بعد ما يتم عليه عمليات التصنيع كلها في شكل منتج نهائي او في شكل بضاعة او في شكل جود نقدر نستخدمها ونستفيد منها في حياتنا فالlife cycle دي او دورة الحياة الخاصة باي منتج دي بتقول لنا المراحل اللي بيمر بيها المنتج ده علشان يوصل لنا في ادنى هنا بيكلمنا عن life cycle بتاعة البريد او الخبز life cycle of bread life يعني حياة و cycle يعني دورة off bread bread يعني خبز دورة حياة الخبز فهنا بيقول لنا think think يعني فكر about about في the order the order ترتيب of the life cycle اللي هو الخاص بدورة الحياة off bread الخاصة بالخبز فديقول لك فكر في ترتيب دورة الحياة الخاصة بالخبز number يعني ضع الرقم the picture الخاص بكل صورة in order بالترتيب draw the final step the final step الخطوة النهائية يبقى مرة كمان think about فكر في the order of the life cycle of bread ترتيب دورة الحياة الخاصة بالخبز number the pictures in order ضع الأرقام الخاصة بالصور بالترتيب الصحيح draw ارسم the final step final يعني نهائي step step يعني الخطوة draw the final step ارسم الخطوة النهائية وانا جايب لنا يا اصحابي مجموعات صور اول صورة فيها wheat wheat أو القمح wheat plant wheat plant أو نبات القمح طبعا يا اصحابي الخبز بيبدأ طبعا وبيتصنع من حاجة اساسية ايه هي الحاجة الاساسية او المصدر الطبيعي الخاص بصنع الخبز طبعا هو الدقيق انتوا عارفين الدقيق يا اصحابي الدقيق دا يا اصحابي بيتعمل منين الدقيق دا بيتصنع من الامح بنجيب الامح او wheat ونزرعوه وبعد ما نزرعوه بنعمل عليه عمليات معينة علشان يوصل في الاخر بشكل الخبز او البريد اللي احنا بنقدر ناكله او نحنا بنقدر نروح الماركت او السوق ونبيعوه لو احنا شغالين مثلا بيكر او عندنا بيكري لو احنا شغالين خبزين او احنا عندنا مغبز ففي الحالتين لو احنا بنبيع الخبز هنعمل عملية التصنيع دا ولو احنا حتى بنعمله علشان ناكله ونستفيد به برضو لازم نعمل عليه عمليات التصنيع دي فالمورد الاساسي او المصدر الطبيعي اللي احنا بنستخدمه في صناعة الخبز هو الدقيق والدقيق يعني فلاور فلاور يعني دقيق طيب اللي ايه دا بيجي منين؟ اللي ايه دا بيجي من نبات القمح نبات القمح دا اللي هو الويت بلانت ويت اللي هو دابليو اتش اي اي تي دابليو اتش اي اي تي يعني القمح وطبعا القمح هنا هو اول صورة في اللايف سايكل وهي نومبر ون فهنكتب على الخط اللي تحت منها دا او على اللاين اللي تحت منها دا نومبر ون طب بعد كده يا اصحابي بناخد الويت بلانت او النبات بتاع القمح دا ونعمل عليه عملية معينة هنعمل عليه عملية الطحن الطحن او الجريندنج جريندنج يعني نطحن الامح علشان نطلع منه دقيق فجريندنج يعني طحن جريندنج جي ار اي ان دي اي ان جي انتو مش مطلوب منكو يا اصحابي ان انتو تحفظوا الكلمات دي بس انا بقولها لكو علشان اللي حابب يحفظها او اللي حابب يستفيد بيها يقدر يعرفها بشكل سهل لكن في المنهج بتاعكو انتو المطلوب منكو ان انتو تفهموا في الاول وتعرفوا احنا الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه وبعد كده في كلمات اساسية لازم نكون عارفينها كويس زي مثلا عنوان الدرس والمفهوم بتاعه هو بيفهمنا هنا في الدرس بتاعنا بيفهمنا او يعني ايه دورة الحياة لكن مش لازم تحفظوا كل كلمة مهم ان احنا نفهم في الاول والحفظ بعد كده بيجي الوحيد فالمهم ان احنا هنا بنعمل على القمحة مالية الجريندنج الجريندنج او الطحم وبنطحنه علشان يطلع منه الفلاور فالمفروض هنكتب على الخط او اللاين اللي هو تحت الصورة دي نمبر كام يا اصحابي نمبر دو نمبر دو شاطرين نمبر دو يعني رقم اثنين طب بعد ما بنطحن القمحة علشان يطلع منه الفلاور او اللقيق اللي احنا بنستخدمه بناخد القمحة بناخد الدقيق ده ونديه للبيكر او الخباز علشان يعمل منه العجين ويعجنه عجين يعني دو دو يعني عجين دي او جي اتش يعني عجين او دو احنا بناخد الدقيق ده ونديه للبيكر او الخباز بيحط عليه المية ويحط عليه المواد اللازمة علشان يعمل العجينة الجميلة اللي بعد كده بيصنع منها الخبز ودي الخطوة نمبر كام يا اصحابي المفروض نكتب على اللاين اللي تحت الصورة دي رقم كام نمبر سري نمبر سري شاطرين يعني رقم تلاتة فدي الخطوة التالتة وفي المربع الفاضي اللي مفروض بيبقى فيه الفاينال ستيب فاينال ستيب او المرحلة النهائية زي ما قلنا فاينال يعني نهائي وستيب يعني مرحلة او خطوة المفروض هنا بيبقى فيه هنا شكل الخبز الجميل اللي احنا بناكله زي ما احنا شايفينه قدامنا ودي المفروض ان هي نمبر كام يا اصحابي نمبر فور نمبر فور او رقم اربعة وبكنا نكون أنهينا البيج دي وعرفنا ترتيب اللايف سايكل أو دورة الحياة أو الخاصة بالخبز ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 42 أو صفحة 42 وعنوانها Water المياه In a small town أو في مدينة صغيرة Water in a small town المياه في مدينة صغيرة هنا يا أصحابي بيكلمنا عن المية وأهميتها ولازم نبقى عارفين أن المية دي من الحاجات الأساسية اللي الإنسان بيحتاجها لأن إحنا كلنا بنحتاج نشرب مياه أو Water دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي الإنسان بيحتاجها ومن غيرها ممكن يموت فهنا بيكلمنا وبيقولنا أن Water لو هي في مدينة صغيرة أو Small Small يعني صغير وتون يعني مدينة فبيقولنا هنا Think يعني فكر What happens What happens يعني ماذا يحدث When it rains When it rains يعني عندما تمتر Raines يعني تمتر يعني المطرة تمتر تعرفين المطرة طبعا يا أصحابي What if ما زالوا Water collects Water collects يعني المياه تجمعت Water يعني مياه Collects تجمعت In the middle In the middle في منتصف Of town Of town المدينة لو المية بتاعة المطرة دي تجمعت وحصل لها Collects أو تجمعت In the middle In the middle في منتصف Of town المدينة لو المية دي تجمعت في منتصف المدينة هيحصل إيه أصحابي طبعا الأرض لو كانت مش نظيفة المية دي هتاخد القذرات والرابتش المهملات بتاعة الناس وهتجمعها معها وتوصل لمنتصف المدينة فالأرض بتاعة المدينة لو مش نظيفة المية هتتجمع في المنتصف وهي مش نظيفة برضو ومعاها القذرات والمهملات بتاعة المدينة طب لو الأرض بتاعة المدينة نظيفة وجميلة والناس ما بترميش القذرات في الشوارع وما بترميهاش في الطرقات والأرض نظيفة المية لما تيجي تتجمع In the middle of town أو في منتصف المدينة هتكون المية دي نظيفة ولا المية دي مش نظيفة هتكون طبعا نظيفة فبالتالي أهمية النظافة بتاعة الشوارع وبتاعة المهمة جدا ان الطرقات والشوارع تبقى نظيفة علشان خاطر المية بتاعة المطر دي لما تمطر وتتجمع في الطرقات أو في الأماكن بتاعة التجمع وبتاعة وتوصل للأماكن اللي الإنسان بياخد منها المية عشان يشرب لازم تكون الطرق دي والأماكن دي نظيفة ما تاخدش المية بتاعة المطر ما تاخدش في طريقها وهي مشية القذرات والمحملات لان في الآخر الانسان بياخد المية دي ويعمل فيها ايه يشربها يشربها فبالتالي احنا محتاجين المية دي تتجمع وهي شكلها نظيفة فبيقولك هنا لو المية دي تجمعت في منتصف المدينة هل يترى هل يترى المياه دي سيف آمنة سيف يعني آمنة تيوز في الاستخدام نقدر نستخدمها بشكل آمن هل يترى نقدر نشربها استخدم الصفحة دي to draw your observation to draw لترسم your observation الملاحظات بتاعتك observation يعني ملاحظات فزي ما قلنا يا أصحابي ان الطرقات والنظافة بتاعت المدينة بتأثر على المية اللي بتتجمع بعد كده لو الطرقات والأماكن الأرض بتاعت المدينة مش نظيفة المطرة لما تمطر هتتجمع وهتبقى برضو مش نظيفة لان هتاخد معها القذرات القمامة لكن لو الأرض نظيفة المية لما تيجي تتجمع وتوصل لأماكن اللي الإنسان بياخد منها المية علشان يشرب طبعا هتوصل نظيفة وبالتالي هتبقى safe to use أو أمنة للاستخدام والإنسان مش هيحتاج يقعد يعمل عمليها عمليات تنظيف كتيرة عشان بعد كي يستخدمها ويشربها فهنا بيقول لنا استخدم الصفحة دي علشان ترسم الملاحظات بتاعتك فهنا أول حاجة حاجة مرسوم مربع وموجود فيه مربع أحمر أو red square مكتوف منه ground ground يعني الأرض before rain before يعني قبل rain المطر فهنا المفروض هنرسم في المربع ده شكل الأرض قبل المطرة هنا موجود ground before rain فهنرسم هنا طبعا الأرض فيها حتى نضيفة فيها حتى مش نظيفة علشان الخاطر لو الحتى النضيفة الم طرح بتاعت المطرة لو مشتت فيها هتبقى نظيفة ونحنخز حاجة والحتى لي مش نظيفة لو المطرة الماة بتاعت المطرة مشت فيها هتاخذ في طريقها القمامة وبالتالي المطرة الماة بتاعتها مش هتبقى نضيفة وحتوصل للناس وهي مش نظيفة مش هنقدر نستخدمها بشكل صيف أو بشكل آمن بعد كده هنا في الصورة التانية Ground After Rain Ground يعني الأرض After After يعني بعد Rain بعد المطر وطبعا هو رسم لنا بقعة مياه هنا أو دايرة كده على شكل مية ممكن نلونها باللون الأزرع علشان عبر أن دي المية بتاعة المطرة لما مطرت وآخر حاجة فيه Rectangle هنا أو مستطيل كبير هنا في آخر الصفحة ونرسم هنا في المربع دا يا أصحابي مصدرين للمية النظيفة اللي احنا نقدر نستخدمها بشكل آمن مكتوب فيه safe to drink safe يعني آمن to drink لأنه هو يتشرب safe to drink يعني آمن للشرب فنرسم في Rectangle دا يا أصحابي مصدرين من مصادر المياه اللي احنا نقدر نستخدمها بشكل آمن زي الصنبور ومياه الصنبور أو الحنفية يعني وبرضو ممكن نرسم زجاجة مية معدنية المية فيها نظيفة وجميلة ونقدر نشرب منها فدول المصدرين اللي احنا نرسمهم زي ما احنا شايفين قدامنا ودول safe يعني آمن to drink to drink للشرب آمن للشرب وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 43 او صفحة 43 وعنوانها where where يعني اين should should يجب sara shop sara shop يعني sara تعمل عملية التسوق بتاعتها فwhere should sara shop اين يجب ان تتسوق sara وانا بيقول لنا sara needs to buy sara needs يعني sara تحتاج to buy ان تشتري bread خبز eggs byd and milk and milk ولبن او حليب which store اي store او اي مدقر can she go can she go هي تستطيع ان تذهب to الى for these items for these items علشان تقدر تشتري الحاجات دي او العناصر دي فمرة تانية sara needs to buy bread eggs and milk which store can she go to for these items ان هي اي متجر تقدر تروح هي علشان تشتري العناصر دي ومدينا هنا ثلاث صور اصحابي ل3 stores او لتلاث متاجر مختلفة اول صورة فيها store بتاع الفرنيتشر او الاساس ده هل يا تارا المتجر بتاع الفرنيتشر او الاساس ده هل يا تارا تقدر هي تشتري منه bread والأجز والملك ولا ولا ما تقدرش نو نو لأ شاطرين فبالتالي مش هتقدر تشتريها منه فهنشوف هنا في الجنب بتاع الصفحة smile face و sad face هنعمل ايه هنلون ال sad face ده وهنلونه تعبيرا ان المتجر ده هو المتجر الغلط طب تاني صورة بتاعة السوبر ماركت هل يا تارا السوبر ماركت ده تقدر هي تشتري منه البريد والأجز and milk ولا لا yes yes شاطرين yes يعني نعم وبالتالي هنقدر نلون ال smile face ده لان المتجر ده هو المتجر الصحيح اللي هي ممكن تشتري منه طب تاني تصورة فيها المتجر بتاع المتجر الملابس ده هيا تارا هي تقدر تشتري من المتجر الملابس البريد والأجز and milk ولا لا فبالتالي هي مش هتقدر تشتريها منه فعلا فبالتالي لازم نلون هنا ال sad face او الوجه الحزين ده لان المتجر ده هو المتجر الخاطئ وبالتالي هي مش هتقدر تشتري منه التلات حاجات دي وبكده النهاردة يا اصحابي نكون انهينا شرح الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك اشكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته